السلام عليكم قرأت هذا اليوم في أحد المقالات بأحد الجرائد الألمانية التي هي جريدة فوكوس أونلاين مقالة تتكلم على مرض خطير مرض يصيب فئة كبيرة من المجتمع وهو مرض الزهايمر أو مرض التخريف مرض النسيان الذي يمكن أيضا أن يتحول إلى مرض النسيان وتكلموا عن هذا المرض خصوصا أنهم قالوا بأنه نشروا دراسة وهذه الدراسة أحببت أن أتقاسمها معكم لأنه قالوا من يتبع هذه الخطوات ومن يعمل بهذه الخطوات يمكن أن يقي نفسه بشيء كبير من هذا المرض الخطير الذين تمنى السلامة والأمان للجميع إن شاء الله وحتى من أصيب به يمكن أن يبطئ نمو هذا المرض أو يتوقف المرض عن النمو أو يمكن أن يتفاده وأحببت أن أتقاسم معكم هذه الدراسة العلمية فشهدوا جزاكم الله خيرا الفيديو للأخير وانشروه كي تعمى الفائدة لأن النصائح والدراسة التي عملت في أمريكا في جامعة شيكاغو تتكلم على بعض الأمور البسيطة والأمور السهلة التي يمكن لأي إنسان منه أن يتبعها في حياته وهذه الأمور سوف تجعله وتحميه من هذا المرض أو يمكن للشخص أن ينصح بها شخص عزيز عليه في العائلة ويتبع معه هذه النصائح وسوف ترون مع الوقت بأن هذا المرض سوف يتباطى وسوف ينقص مع الوقت والله يبعد على جميع الناس هذا المرض الصعب والبشع بإذن الله قالوا بأن يعاني من هذا المرض تقريبا مليون ومئتي ألف شخص وهو مرض التخريف ومرض النسيان مرض الزهايمر وتكلموا وقالوا بأن أهم نقطة يجب اتباعها هي نقطة التغذية الصحية فالتغذية الصحية تقي من هذا المرض أو تخفف أعراضه بشكل كبير ومن بين الأمور التي نصحوا بها هو الابتعاد عن شرب الكحول وبالنسبة للناس الذين يشربون الكحول بشكل كبير مثلا من الألمان لأنهم أيضا عملوا هذا المقالة للألمان قالوا لهم نقصوا بشكل كبير من الكحول يعني قالوا للألمان إذا لم تستطيعوا التوقف عن شرب الكحول نقصوا من شرب الكحول وأيضا بالنسبة للمدخنين قالوا بأنه من الأفضل لو يستطيع المدخن أن ينقص من كمية التدخين التي يدخنها وكمية النيكوتين في الجسم يكون أفضل ولو استطاع الشخص مثلا أن يتوقف عن التدخين يكون أفضل والآن ندخل إلى تفاصيل هذه الدراسة تكلموا على أن العلماء في أمريكا عملوا دراسة طويلة على مجموعة من الناس دامت الدراسة 24 سنة رافقوا فيها الناس 24 سنة وعملوا تجارب على 586 شخص يعني هذه الـ 586 شخص رافقوهم سنوات طويلة وهذه الدراسة كما قلت لكم عملتها جامعة شيكاغو في أمريكا وركزوا بأن هؤلاء الناس اعتمدوا على نظام غدائي معين لسنوات طويلة وصدقوني من يعتمد على هذا النظام الغدائي في شبابه فعندما سيصلوا إلى الكبر إن شاء الله يعني كما يقول العلماء بأنه يمكن أن يتفادى هذا المرض بنسبة كبيرة أو حتى إذا أصيب بهذا المرض لو كان ويراتي ستكون أعراضه خفيفة ومن كان الآن بعمر مثلا كبير وبدأ بالعمل بهذا النظام فإنه سوف تخف له الأعراض أو أنه لن تحصل عنده الأعراض أو تتأجل الأعراض وتتباطأ الأعراض نظام غدائي بسيط جدا للحماية من مرض التخريف النسيان الزهايمر هؤلاء الناس منعوا عنهم التدخين يعني قالوا لهم لا تدخنوا التدخين بمراحل لأن الناس الذين يدخنون بشكل كبير بدأوا ينصحونهم بتقليل التدخين تقليل التدخين إلى أن توقفوا عن التدخين وفرضوا عليهم ممارسة الرياضة أسبوعيا على الأقل ساعتين ونصف بالأسبوع رياضة المشي السريع أو عمل رياضة أخرى على الأقل ساعتين ونصف بالأسبوع يعني الرياضة والحركة ليس ذاك المشي البطيء لا قالوا لهم يعني من كبير بالعمر يحاول أنه يمشي شيئا ما بشكل أسرع بطبيعة الحال الرياضة قبل ممارستها دائما يجب التكلم مع الطبيب لأن الشخص الذي يعاني مثلا من مرض القلب أو مرض شيء فهنا لا ينصح بعمل الرياضة يعني إذا شخص مثلا يعاني من أمراض أخرى يجب أن يتكلم مع الطبيب والطبيب يقول له ما هي الرياضة التي يجب أن يعملها حتى لو كان ماشيا بطيئا يعني بالنسبة للرياضة إذا شخص مثلا كبير بالعمر وعند مشاكل بالقلب أو أي مشاكل يأخذ نصيحة في البداية من عند الطبيب أيضا طلبوا منهم إما التوقف بشكل نهائي عن شرب الكحول أو تقليل الكحول وأيضا طلبوا منهم أن يدربوا العقل قالوا لهم يجب عليكم أن تتعودوا يوميا بالقراءة قراءة كتاب قراءة مقالة قراءة شيء معين يعني كل يوم يجب عليهم أن يقرؤوا يعني كرياضة للعقل وطلبوا منهم أيضا أن يلعبوا بعض الألعاب مثل مثلا لعبة الوراق لعبة كذا كذا يعني دائما يحاول أن العقل لا يتوقف عن التفكير لأن لعبة الوراق أو مثلا السطرانج إلى آخره فهي تنشط أيضا العقل على التفكير وإيجاد حلول وفرضوا عليهم الأكل الصحي قالوا لهم كلوا كثيرا الخضر وكلوا كثيرا الفواكه كلوا الفصولية السمك الخبز خصوصا الخبز فول كورن يعني بالألماني المعمول بالحبوب الكاملة البدور المكسرات وزيت الزيتون زيت الزيتون أو الزيتون الشخص الذي يأكل زيتون يوميا الكثير ينصحون به أو زيت الزيتون به دهنيات جيدة جدا لتنشيط العقل وحماية العقل أيضا من مرض الزهايمر مرض التخريف بعد سنوات من اتباعهم لهذا النظام لاحظوا بأن عدد كبير من من كانت بدأت عندهم أعراض الزهايمر لاحظوا بأنها توقفت وتباطأت مع الوقت ومجموعة أخرى لم تصب أصلا بالزهايمر بسبب هذا النظام ومن كان عنده الزهايمر قوي لاحظوا بأن العقل كأنه توقف يعني داك النمو توقف وبدأ ينزل شيئا فشيئا فينخفض فقالوا بأن السر الكامل للحماية من مرض الزهايمر أو على الأقل لا يأتي بقوة أو يتباطأ هو الأكل الصحي فمن يأكل صحيا يحمي نفسه من هذا المرض الخبيت ويحمي أيضا عقله وزادوا فيما بعد وتكلموا أيضا على بعض النقاط الأخرى التي تحمي مرض الزهايمر أو تبعد هذا المرض أو تقلل منه وهو العلاقة الاجتماعية الجيدة يعني الشخص لا يجب أن يكون وحيدا ومنعزلا هذا خطير الناس الوحيدة الناس المنعزلة يجب دائما أن يكون بجنبها إنسان آخر أو على الأقل يلتقون بناس آخرين أو يخرجون لنوادي يتعرفون على ناس يزورون ناس يعني أيضا ينصحون بأن الشخص لا يجب أن يعيش لوحده لأن الوحدانية تسرع أيضا من بعض الأمور منها الاكتئاب منها الوحدة منها الحزن وهذا خطير للغاية القراءة بشكل دائم وكانوا أيضا ينصحون الكبار بالسن بتعلم اللغات لماذا تعلم اللغات؟ لأن تعلم لغة جديدة تنشط العقل فكانوا ينصحون الناس بتعلم اللغات مثلا لأن الدراسة عملت بأمريكا كانوا ينصحونهم بتعلم الإسبانية أو تعلم الفرنسية أو الصينية أو العربية يعني تعلموا اللغة ضروري تعلم اللغات هذا مهم أيضا للناس لأنها تنشط العقل أي لأن الزهايمر هو تنشيط للدماغ وتنشيط للعقل وطلبوا من الناس التغلب على مصاعب الحياة يعني الواحد لا يغتص في مصاعب الحياة بل يحاول دائما أن يتغلب عليها نقطة بنقطة شيئا فشيء أيضا الابتعاد على حوادث الرأس ومعالجتها ومن الأحسن الوقاية منها يعني بعض الأمور مثل الشخص الذي عنده مثلا شغل دائما رأسه ينخبط مع حيط يضرب رأسه يسوق دراجة يعمل من الأحسن خودة واقية أيضا بعض الرياضات التي فيها ضرب مثل الملاكمة أو رياضة الواحد يبتعد عليها أو أي شيء فيه ضرب الرأس الواحد يحاول دائما أن يبتعد عنه أيضا قالوا الاهتمام بالوزن الواحد يعني إذا لاحظوا بأنه وزنه بدأ يزيد كثيرا يحاول أنه يعمل ريجيم يعمل أي شيء عشان ينقص من وزنه لأنه أيضا هذا الأمر يحمي أيضا من هذا المرض وأيضا تفادي مرض السكري النوع الثاني لأنه مرض السكري من النوع الثاني يجب أيضا أن يعالجوا هذا المرض أو يتبعوا نظاما معينا لهذا المرض كي إن شاء الله يعني أيضا لا يصابون بمرض الزهايمر فيضروري من مصاب بالسكري أن يعمل أيضا على نظام غدائي جيد واتباع الأمور الطبية إن شاء الله مثلا للعلاج ولا يهمله لأنه هناك بعض مرض السكري يهملون أيضا هذا المرض خصوصا النوع الثاني والابتعاد عن القلق والابتعاد عن الاكتئاب أي شي يجلب لكم القلق أي شي يجلب لكم الاكتئاب في الحياة ابتعدوا عنها ولا تدخلوا القلق إلى قلوبكم ولا تدخلوا الاكتئاب إلى قلوبكم والنوم بشكل كافي من ينام قليلا يجب أن يمارس الرياضة كي يتعب جسمه كي يستطيع النوم بشكل كافي فهذه صراحة النصائح جميلة ورائعة قرأتها وأحببت أن أقتسمها معكم وإن شاء الله كلما قرأت مقالة جميلة ومقالة رائعة سوف أقتسمها معكم وكي تتوصلوا بمثل هذه المقالات العلمية اشتركوا في القناة وفعلوا جرس وشكرا لكم وأمسي سعيدة ونتمنى السلامة والله يحمي الجميع شكرا لكم والسلام عليكم إلى اللقاء